قبل أيام قليلة أعلنت وزارة الصحة في بغداد عن تسجيل عدد من الإصابات بمرض الكوليرا بعضها في محافظة المثنى تلك المحافظة التي تعاني مثل باقي المحافظات من تلوث مياه الشرب بنسب عالية من المواد الكيميائية بسبب إلقاء مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي في مياه نهر الفرات بمختلف المحافظات بحسب مسؤولين بوزارة البيئة وبحسب المواطنين في المثنى فإن المياه في المحافظة لا تصلح للشرب وتؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ومن بينها الكوليرا شربت من عند قيأت كله ونغمع لي يشهد الله شهاد عليه يعني هذا كله ماء مجاري بس ماء مجاري هذا بس من الأحياء الذب الشرب لا أكثر ولا أقل وبينما يواجه الناس مسببات الأمراض والأوبئة في مياه الشرب الملوثة ينشغل السياسيون بالصراعات على السلطة والمناصب ولا يلقون بالا لمعاناة الناس وما يلقونه من مصاعب في حياتهم يعني تضربون ماء كله من هذا المعلب والضربون كله عصائر والضربون هاي وهذا الشعب يشرب ماء خايص شيء فقير ولكن الشعب إذا ما يثوروا عليكم ويستحولكم بالشوارع ماكوا فائدة لا والله لا والله دمرت البلد ولكم هذا الماء يشوفوه شوفوه ما يخايص هذا كله زبائل وكله مستنقعات قاعد نشرب منه أجكم غيره أجكم شرف هو الفساد إذن حينما يحكم بلدا ويتحكم في مصائر الناس فالمسؤولون لا يتذكرون الناس إلا قبيل الانتخابات سعيا وراء أصواتهم الانتخابية بهدف البقاء على مقاعد السلطة في حين يتراكم الغضب في نفوس المواطنين آملين أن يثمر الغضب ثورة تقصي الفاسدين عن السلطة وتبني للعراقيين وطنا جديدا لا مكان فيه لفاسد